لقي اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الكيان السهيوني على الجولان السوري المحتل في آذار الماضي معارضة دولية واسعة وأكد كل من رفض وندد بالقرار ذاك تبعية الهضبة لسوريا وأن ما قام به ترامب بانتهاك للقرارات الدولية الأمم المتحدة أكبر منظمة دولية وبصفتها المؤسسة المسؤولة عن القرارات الدولية وتنفيذها وخارقها جددت رفضها لقرار ترامب على لسان أمينها العام أنطونيو جوتيريش الذي قال إن موقف المنظمة الدولية إزاء ملكية سوريا لمرتفعات الجولان المحتلة من قبل الكيان السهيوني لم ولن يتغير المسؤول الأممي أكد كذلك أن الأمم المتحدة مصرة حسب تعبير جوتيريش على ضرورة احترام سيادة سوريا على أراضيها ومن ضمنها الهضبة المحتلة لكن الرفض الأممي الجديد لقرار ضم الجولان السوري للكيان السهيوني الذي حمل معه آهات وأوجاع جديدة للسوريين لم يخفف من حدة أوجاعهم وخصوصا بالنسبة لثمانمائة ألف مواطن سوري هجروا من بلدات وقرى الجولان منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وما زالوا مشردين في مناطق مختلفة من وطنهم يراودهم حلم العودة لجولانهم المحتل هؤلاء كان تلقيهم لخبر ضم الجولان للكيان السهيوني كالسعقة حيث ملأ الخبر حياتهم بمزيد من الأسى وحرقة الغربة القاتلة التي عاشوها لعشرات السنين إذ بات الأمل بالعودة لحضن أرضهم التي ولدوا وولد أباؤهم فيها أبعد مما تصورت أحلامهم وتبقى استعادة جولان السوري المحتل من أيدي الاحتلال السهيوني مرهونة بصحوة عربية ودولية كشف عن ضعف احتمال حصولها قرارات تل أبيب وواشنطن الأخيرة بشأن المسجد الأقصى ومدينة القدس والتي أصبحت للأسف واقعا يعيشه العالم العربي والدولي بعد شهور قليلة من اتخاذها ويبقى الشرفاء من السوريين أصحاب الأرض والتراب الأمل الوحيد لأرضهم التي تهتف بالعروبة منذ آلاف السنين ترجمة نانسي قنقر